اشتركوا في القناة مأخوذ من الجملة programmable logic controller اي الحاكم المنطقي القابل للبرمجة طيب بينما البي اي دي controller مأخوذ من التعريفات الرياضية زي ما قلنا proportional integral derivative تناسبي تكاملي تفاضلي زي ما قلنا البي اي دي سي بيتكون من وحدات input او digital input بيستقبل جميع اشارات السويتشات وجميع انواع السنسور ووحدات ال digital output اللي بتخرج جميع الاوامر الخاصة بتشغيل جميع انواع الاكتويتوز زي المواتير بانواعها زي لنبات الاشارة زي الالرمات زي السخنات زي الفالفز وغيره من الاكتويتوز طبعا السي بي يو السي بي يو واللي هي بتشتمل على البروجرام المخزن اللي بيتم دخله جميع المعالجات استقبال اشارات الامبوت وتخريج اشارات الاوبوت او الاوامر والديجيتال هنا بمعناها عبارة عن حالتين اما ان يكون on او يكون off فقط ويطلق عليه لفظ discrete اي منفصل طيب هو في انواع اخرى من الامبوت والاوبوت نعم هي الانالوج امبوت ويرمز لها بالرمز ai او انالوج اوبوت ويرمز لها بالرمز ao معنى الانالوج اللي هو تماثلي يعني ايه يعني الحالة حالة الاشارة بتكون continuous يعني مستمرة يعني بشكل منحنى علشان نفسر الحكاية نشوف الرسم البياني التالي دات المومتر بيقيس درجة الحرارة على مدار اليوم درجة الحرارة وهنا time of day بتكون درجة الحرارة بتبدأ من الساعة واحدة وحتى الساعة 12 تاني يوم بالليل طيب درجة الحرارة هنا بتبدأ من واحدة بتبدأ تقل تدريجيا في اوقات الفجر توصل لاقل لدرجة لها وقت الفجر الساعة اربعة او خمسة ثم تبدأ في الازدياد بشكل تدريجي لحد ما توصل لزروة في الساعة واحدة واثنين وثلاثة وبعدين تبدأ تقل مرة تانية الى ان تصل الى اقل درجة لها عند الساعة 12 بالليل طيب الارقام اللي ظهرة دي بين الواحد بين الصفر وبين الواحد ارقام تانية يعني 0.1 0.2 0.3 0.4 وهكذا طيب وبين الواحد والتنين ارقام تانية واحد واحد من 10 واحد واثنين من 10 وهكذا وبينهم حتى بين الواحد واحد من 10 في ارقام تانية وهكذا يعني عشان كده الحالة مستمرة في القياس لا تتوقف عشان كده تعرف بايه ان الانالوج هو حالة مستمرة طيب الاشارة ازاي بتوصل لوحدة الانالوج انبوت وازاي الاشارة بتخرج من وحدة الانالوج اوبوت هنا عندي حساس حرارة ده بيسمى ترانس ديوسر اي ديفايس او معدة تحول اي نوع طاقة الى طاقة كهربائية او اشارة كهربائية بيسمى ترانس ديوسر هنا عندي حرارة بتحويل درجة الحرارة من الحرارة الى فولت اشارة كهربائية بمعنى ان كل ما زادت درجة الحرارة الترانس ديوسر يحولها الى فولت وفي الحالة دي يتم الحساب الحرارة بالفولت واحيانا كمان بيكون بالامبير يعني اما من 0 الى 10 فولت دي سي او من 4 ل20 ميلي امبير ويبقى في الحالة دي زيادة في الحرارة يقابلها زيادة في الحرارة زي ما احنا شايفين في المنحنيات دي يقابلها زيادة في الفولت هنا السنسور بيقيس من 0 درجة مقوية إلى 1000 درجة مقوية ده المادة بتاع السنسور ده المادة بتاع الترانس ديوسر طيب هنا معنى كده أن 0 درجة مقوية يقابلها 0 فولت وال1000 درجة مقوية يقابلها 10 فولت وبالتالي لو السنسور أرى لحد 200 درجة مقوية يبقى الخارجة هنا حيكون لي منزله 2 فولت طيب الفولت ده بيجي منين الترانس ديوصر عبارة عن مقاومات داخلية فيه مقاومات داخلية وبيطلق عليه باسف دي بايس جسم خامل مجرد الجسم الخامل ده بيحتاج عشان يتنشط أو علشان يمر فيه طيار بيحتاج ان هو يتوصل مع الانالوج امبوت مديون بمجرد ما يتوصل مع الانالوج امبوت مديون زي ما احنا شايفين من واحد واحد سي السي ده يعتبر كومن زي ان هو بيبدأ الفولت يمشي او بيبدأ الالكتريكال كران اللي هو بيعمل عملية تنشيط يبدأ يمشي الطيار والطيار يبدأ ان هو يفعل الباسف دي بايس يبدأ يأكتفه ومجرد ما يتأكتفه يعمل سيجن الريتيرن وبالتالي تكمل الدائرة وبالتالي يعطي القراءة بتاعة الحرارة المطوبة وهنا لما يكون عندي القراءة من اربعة لعشرين ميلي امبير لما ننزل تحت ان هو لو وصل الفولت للانالوج امبوت مديون يتم معالجة معالجة السيجنال ويحولها للديجيتال بيبقى اسمها انالوج ديجيتال كونفيرتر انالوج ديجيتال كونفيرتر عبارة عن دائرة الالكترونية صغيرة بيبقى اساسها الـ IC الانتجرياتي سيركي وممكن تخرج بيحسب بقى من بيبدأ يحولها للديجيتال بيبدأ من الرقم ده من الزيره للرقم ده على حسب القراءة اللي هي داخلها لي ويحولها وممكن يخش مرحلة تانية من الديجيتال للانالوج مرة اخرى يبقى فيه انالوج ديجيتال كونفيرتر وفيه ديجيتال انالوج كونفيرتر ويحولها للشكل المطلوب تبع البروجرام وبعد كده زي ما قلنا بيتم معالجتها علشان نخرج مرة تانية اشارة انالوج من الـ PLC للانالوج او البوت موديول بتعمل عملية ترانسفورم للداتا تحولها للأكتويترز الأكتويترز اللي تبدأ تشتغل بشكل برضو تدريجي اذا كان مثلا حرارة فالسخان بيبدأ يزيد بشكل تدريجي 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 لحد ما ياخد السنسور الإشارة ويرجحها تانية للإمبوت للإمبوت علشان يعمل عملية تصحيح مستمرة ويبقى هو دوت الفيدباك ويبدأ العملية تدور تبقى ليه الـ Control System اللي شرحناه في الفيديو اللي فات علشان نفهم الموضوع زي ما متعودين ناخد مثال المثال هنا بدل الحرارة نخليه بريشر يعني هنا نخليها بدل من زيرو درجة مقوية لألف درجة مقوية لا نخليها من زيرو لألف بي اس آي بي اس آي نوع من أنواع القياس للضغط أو البرشر ويبقى ده مدى السنسور بتاعنا الترانس ديوسر الـ PLC بيحولها مرة تانية من ديجيتال إلى أنالوج وبعد كده هو تيخرجها للأكتويتور أو الفالف اللي احنا احنا طيب هو ليه الـ PLC بيحول من أنالوج لديجيتال ليه علشان الديجيتال فيه سهولة التحكم طبعا سهولة التحكم في القيام أكتر دقة أكتر كفاءة ده بيكون وكمان يعني أهم حاجة أنه بيكون تخزينها داخل البرجرام على شكل الديجيتال أكتر ثبات وبالتالي سهولة استدعاء الـ data بعد كده يحولها مرة تانية زي ما قلنا يحول الأوامر الـ analog output موديول يحول الأمر إلى الفالف يبقى الـ analog أو output موديول ياخد الـ order اللي هو عبارة عن فولت قلنا من 0-10 على حسب القيمة اللي احنا بتدخلها طيب بتطلع للـ transducer هنا التـ transducer بيحول من فولت لـ pressure طيب يعني إيه ما احنا قلنا في الأول أن التـ transducer بياخد أي طاقة يحولها إلى فولت أو العكس ياخد أي طاقة يحولها لـ فولت أو العكس هنا بيحول من فولت للطاقة تانية اللي هي الـ pressure هنا دائرة زي ما احنا شايفين هي دائرة من دوائر الـ hydraulic طيب هنا بيبقى عندنا تنكل الزيت وعندنا البامب اللي هو بيدخ الزيت جوه الـ pipe عندنا هنا valve بيسموه volume adjust valve أو variable valve حسب بقى القيمة اللي بياخدها هنا الفولت بيحولها للـ pressure يبقى لو أخد مثلا واحد فولت يبقى عنده 100 bsi يعني لو هنا جاء له خمسة فولت يبقى حيطلع لي هنا 500 bsi يمشيهم في الـ pipe وبالتالي احنا هنا هو تتحكمنا في حركة التدفق الزيت أو الحجم الزيت اللي هو بيمر داخل الـ pipe يبدأ الفولف على حسب الفولت إما يخنق زي ما ما حدبان هنا هو إما يخنق على السرايان أو الـ pressure بتاع الزيت فيقلل الـ pressure أو يفتح على حسب الفولت يفتح على حسب الفولت فيزود الـ pressure ونرجع للمثال الأول اللي خدناه في نظام التحكم في الحرارة نقوم هنا بإدخال 150 درجة مقوية كـ set value أو set point ثم يخرج الـ output يوصل للهيتر عن طريق الـ solid state relay نقوم هنا بإدخال التواصيلات يبقى في الأول بيخش على الـ input بتاع الـ solid state relay الـ output بيخش على الـ input بتاع الـ solid state relay بيبقى من 3 لـ 32V DC هنا الـ output بتاعنا بتاع الـ solid state relay بيخرج على بياخد هنا 22V و22V بيطلعوا هنا على من الـ solid state relay ويوصلوا للهيتر ويخش الطرف الثاني للهيتر للـ neutral بتاعنا طيب هنا السنسور هو اللي بيدينا بيقريلي هنا أن 70 درجة مقوية بي في اللي هي الـ process value أو الـ actual value بتاعي واللي هي دي بيعتبر الـ feedback للـ input بتاعنا للـ analog input الـ analog input وبالتالي يبقى الـ action هنا الـ action أن الهيتر لازم يشتغل علشان يوصل من 70 لـ 150 درجة عندما يوصل 150 درجة سر مقابل أو الـ RTD يدي لي قرية للـ analog input أنه هو وصل للـ 150 درجة يبقى الـ action بتاع الـ analog output off أو يبدأ درجة الـ volt يقل 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 وبالتالي الـ heater يبدأ يقل في التسخين لحد ما يبقى القيمة بتاعتي ما بين 150 واحد من 10 أو 2 من 10 أو 151 وتحت 149 ويبقى كده النظام بقى استيبول معايا وثابت في القيمة بتاعتي ودقيق جدا طيب أنا بقول الحاجات دي كلها ليه؟ بقول الحاجات دي كلها علشان أقول أن الـ BLC بيقوم بقياسات زي الـ BID بيقوم بقياسات ايه؟ زي اللي احنا قلناها في الـ BID في الفيديو اللي فات بيقاس temperature بيقاس pressure بيقاس level بيقاس flow بيقاس speed بيقاس distance بيقاس ممكن wait أوزان وحاجات حاجات كتير طيب ما هو ده اللي احنا قلناه هو ده اللي احنا قلناه بالضبط مع الـ BID controller temperature temperature level flow speed distance نفس الحاجات دي نفس القياسات يعني معنى كده أن الـ BID هو ممكن يكون عمليا داخل الـ BLC ويبقى جزء من الـ BLC ويبقى مندمج في الـ BLC طيب معنى كده ايه؟ أن الـ BID ممكن يكون خارج كمان الـ BLC يبقى ممكن يشتغل الـ BID يشتغل لوحده وممكن يشتغل داخل الـ BLC ويبقى هي ديت العلاقة بينهم الـ BLC بيبقى عمليا أكبر بيبقى بياخد عمليات معقدة أكتر وبيشمل معا ليه؟ لأن في الآخر وفي الأول وفي الآخر أن الـ BID temperature control على سبيل المثال هي دائرة إلكترونية يمكن دمجها في دائرة إلكترونية أخرى وهي الـ BLC ده التوصيلات بتاعتنا والـ Terminals بتاعنا في ظهر الـ BLC المنطقة الخلفية بتاعت الـ BID بتاعت temperature control فهنا بيتوصل السير مقابل ممكن لو في عندنا RTD تلاتة طرف بيتوصل هنا لو أربعة طرف ممكن برضو يتوصل المين بتاعي السخان بياخد المين ممكن نوصله عن طريق الـ Contactor هنا المين باور بتاعي هنا المين باور بتاعي اللي هي من 100 لـ 240 فولت AC طيب يمكن إدخال بها زي ما احنا قلنا بقضاءة الـ Set Point بتاعتنا أو الـ Set Value بتاعتنا هنا الـ Process Value اللي هي السخان قراءة السخان اللي بيعمل لها Feedback اللي بيعمل للـ Temperature Sensor بيعمل Feedback ويبدأ يديني الإراءة بتاعته هنا الـ BID الفرق ثاني إن الـ BID ليه برمجة خاصة لوحده لما يكون منفصل وممكن يتبرمج داخل الـ PLC عن طريق وحدة كاملة أو بلوك كامل اسمه BID Function Block بيتم برمجته على حسب المهام اللي احنا عاوزينها منه وبكده اللي يكون الدائرة بتاعتنا كلها اللي هي الأساسية بتاعتنا بتستخدم في كل حالة اللي احنا درسناها كتير وقلنا إن إحنا لازم نحتفظ بيها عشان تبقى reference لنا أو مرجع لنا في كل العمليات بتاعت التحكم بتاعتنا في حاجة مهمة قبل ما اختم الفيديو عايز أقولها وهي إن إحنا بنقوم بإدخال الـ Set Point بتاعتنا عن طريق حاجة اسمها HMI إيه هي الـ HMI؟ هو ده موضوع الفيديو بتاعنا القادم والعلاقة بينه وبين الإسكادة أرجو أن تكونوا استفدتم من الفيديو وأرجو أن تكونوا استمتعتوا به وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر